بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نواصل مقرر ميكانيكا المواقع 2، الدرس الرابع بعد أن عرضنا بالدرس الأول Pipe Networks الدرس الثاني Internal Uncompressible Viscous Flow الدرس الثالث Boundary Air فنبدأ الحين الدرس الرابع إلى عنوان Drag and Lift بداية رح نعرض جميع القوى زي Drag and Left أو جميع القوى المسلطة على الطائرة فهنا نحصل Left هي القوى التي تدفع الطائرة إلى فوق Thrust هي القوى التي تدفع الطائرة إلى الأمام Wait هي القوى التي تدفع الطائرة إلى تحت و Drag هي القوى التي تدفع الطائرة إلى الخلف فهنا we have two natural force being exerted on plane اللي هما weight and drag يعني عندي اثنين قوى طبيعية هو وزن الطائرة وايضاً drag اللي هو ناتج عن الاحتكاك او احتكاك الهواء لما تصير الطائرة A pilot needs to overcome weight and drag to achieve flight يعني ايش؟ يعني كابتن الطائرة يلزم انه يغلب او يتغلب على قوة الweight او وزن الطائرة وايضاً drag force هي القوة الناتجة عن احتكاك الهواء two forces pilot needs to create to overcome weight and drag بما انه قلنا في اثنين قوى طبيعية اللي هما ايش؟ اللي هما وزن الطائرة و drag force فايداً pilot او كابتن الطائرة يلزم ينتجنا قوة اسمها left thrust تدفع الطائرة الى فوق و قوة اسمها thrust تدفع الطائرة الى الامام نبدأ الحين بعرض جميع القوة الاربعة التي تم شرحها الحين بدايةً weight او وهو القوة الناتجة عن الكتلة like force of gravity force is always directed toward the center of the earth يعني هاته القوة عادة تكون موجهة ايش موجهة الى تحت weight is distributed throughout the plane يعني هاته القوة مفرقة على ايش على وزن الطائرة the magnitude of the weight depends on the mass of the plane plus the fuel the people and baggage يعني كلها ناتجة على ايش على الفيول الاشخاص الباكتش a pilot must overcome weight by left to get the plane in the air بما ان البلاين أو weight قوة متجهة الى تحت فيلزم البايلوت يعطيني قوة متجهة الى فوق وهي قوة left left force drag force زي ما قلنا هي القوة الناتجة عن احتكاك الطائرة عن احتكاك الطائرة مع الهواء the force of the air pushes against the plane therefore slowing the plane down هنا نقدر نعطي left أو drag force هي القوة زي ما نحطه مثلا سيارة كانت يعني دايس على البنزين ثم فجأة يعني نوقف رجلي ما ندوس على البنزين فلو سيبته السيارة تتحرك مثلا بداية بسرعة 100 كم في الساعة في زمن معين راح توقف وهذا ناتج عن احتكاك الهواء بالسيارة نفس الشي بالنسبة للطائرة فهنا نفس الشي بالنسبة للكابتن الطائرة يلزم يتغلب على drag force بقوة اسمها زي ما قلنا من الاول thrust thrust force thrust force is defined وهي القوة الثالثة اللي تدفع الطائرة الى الامام is defined as the forward push to get the plane into the air هذه القوة من جينا artificially created يعني تتولد من محرك الطائرة وتستعمل زي ما قلنا تتغلب على drag force thrust wings أو أجنحة الطائرة التي تقدر تتنقل بسرعة وتغير المسار the left that is produced by the wings things must be greater than the weight of plane to leave the ground يعني ايش؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر